كتير من الناس عندهم مشكلة مع سفر نشيد الأنشاد ومشكلتهم تنبع من حاجتين في منتهى البساطة أحاول أوضحها الحاجة الأولانية أنه عندهم فكرة خاطئة عن مسألة وحي الكتاب المقدس كتاب المقدس أحبائي كتاب جمع كل الإبداعات البشرية الطبيعية اللي البشر أبدعوها وانتقى منها أشياء وصاغها بطريقة جديدة وأضاف إليها وجعلها معصومة من الخطأ بمعنى كان عند البشر شعرا فالكتاب استعمل الشعر كان عند البشر أدب حكمة فالكتاب استعمل حكمتهم جمع على سبيل المثال جمع سليمان مجموعة من الحكم التي كانت معروفة عند البشر وهي من إبداعات البشر من مختلف الأجناز لكنه أعاد صياغتها وعصمها من الخطأ وهذا هو الوحي الإلهي كان عند البشر تاريخ فسجل الكتاب المقدس التاريخ كان عند البشر فلسفة فاحترم الكتاب الفلسفة وصاغ لنا فكر الله في صورة فلسفية إذن الكتاب المقدس ليس كتاب أملاها الله على البشر لكنه أخذ من الإبداع البشر فلسفة وحكمة وشعر وأعاد الصياغ وأضاف وعزل وخفض وألغى وأعطان في النهاية فكرا رائعا معصوما من الخطأ لكن المشكلة التانية عند الناس الذين يجدون صعوبة في سفر نشيد الأنشاد هي نظرتهم لمسألة العلاقة الجنسية الحميمة والتي شرعها الخالق لتكون في إطار الزواج نعم ينظرون إلى هذه العلاقة على إنها شيء دنس لا ينبغي أن يحويه كتاب الله أحبائي الخالق لا يشرع شيئا دنسا ولا يخرج من يد الله إلا كل ما هو صالح كون البشر خرجوا بها وأفسدوها هذه مشكلتهم وهذا إثمهم لكن يظل الزواج وتظل العلاقة الجنسية في الزواج هي شيء مقدس يستعمله الخالق في التعبير عن أروع العلاقات الحميمية فكما أن العلاقة الزوجية تصور محبة الرجل لإمرأته ومحبة المرأة لراجلها أخذها الله ليجعلها صورة لعلاقة روحية أعمق بين المخلوق وخالقه الرمز مقدس وما يرمز به إليه أيضا مقدس إن كان البشر جعلوا الرمز غير مقدسا فسد في أذهانهم في هذه مشكلتهم لكن تظل العلاقات الرومانسية العلاقات العاطفية بل العلاقات الجنسية كما شرعها الخالق شيئا جميلا بديعا يصلح أن يستخدمها الروح القدس ليشير بها إلى علاقة أعمق علاقة الإنسان مع خالقه ترجمة نانسي قنقر